من ضمن المواضيع المحيرة جداً لما حد من أحبابك يسيب الدنيا ويروح عند ربنا يبقى فيه تساؤل أعرف تواصل معه إزاي بيسمعني لو أنا قاعد في البيت بكلمه لو روحت زورته وأعرف عمله أعمال صالحة ولا خلاص كده الموضوع اتقطع ونتقابل عند ربنا سبحانه وتعالى أولاً الصلة لم تنقطع اطلاقاً والعلماء الإمام الغزالي نقل أقوال العلماء في مكان الميتين دلوقتي آه الجسم خلاص في الأبر زي ما اتفقنا بس هو فين؟ روحه فين؟ فبعض العلماء قالوا أن الأرواح درجات كما أن الناس في الجنة درجات من الأرواح من يعلقوا بقناديل عند العرش زي حديث الشهداء أرواحهم معلقة بعرش الرحمن ومن الأرواح من تقف على أبواب الجنة مستمتعة ومن الأرواح كما يقول سيدنا سلمان الفارسي من تسرح في الدنيا حيث تشاء فالأرواح ممتعة لأن القبر ده المسافة دي البرزخ ده حتة من نعيم ربنا سبحانه وتعالى أما بالنسبة لسماع الأموات لأصواتنا هما في مقابرهم وإحنا في بيوتنا بقول لحد حبيبي توفي بقول له وحشتني سامعني هو في قبره مثلا في محافظة تانية ما عندناش اللي يثبت ولا اللي ينفي على حد علمي وما سألت من علمائنا وأسذتنا وقرأت في كتب أهل العلم ما عندناش حاجة تنفي الموضوع ده وربنا قادر على الإيصال إنه يوصل للأموات زي ما بيوصل لسيدنا النبي عليه السلام بالملايكة سلامنا عليه ممكن يوصل فما عندناش اللي يثبت ولا اللي ينفي فعلى الله وتكلم معاهم براحتك بكلام جميل ويعني إيه وأرسل لهم السلام مسألة مهمة جدا برضو في مسألة الصلة بالأموات الموضوع ده محير جدا ويا ما تسألت فيه الأحلام لو الميت جالي في الحلم في صورة وحشة أزعل ولو جالي في صورة حلوة أفرح يحسم الحيرة دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة من الله وأن الحلم يعني الرؤية اللي مش كويسة من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فليدفل كده ينفخ يسارا عن يساره ثلاثا لما يتفزع كده ويقوم زعلان ولا يحدث بها فإنها لا تضره شيئا يبقى لو جالك حبيبك الميت ده في الرؤية مبسوط بيقول لك كلام حلو يبقى ربنا بعته لك يطمنك ولو جالك في صورة مش كويسة تطمن ده شطم بيديقك الحلم من الشيطان وانت لا تقيم للرؤية دي وزن ممكن واحد يجيلك ده أنا شفت فلان حبيبك اللي ميت جاي وزعلان ده شطم بيديقك فالطمن في المسألة دي مهمة جدا جدا وحسمها صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث من المواضيع برضو اللي بيتسئل عليها محيرة في علاقتنا بالأموات الأعمال الهدايا اللي الواحد لو بعتها توصل ولا ما توصلش وحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله هو إلا من ثلاث صدقة جارية كان عملها قبل كده أو علم ينتفع به كان علم الناس به أو ولد صالح خلفه يدعو له ده عمله لكن أنا ممكن عملي أنا أبعته له هدايا وإحنا عندنا الأحناف وعندنا المالكية وعندنا الحنابلة وجزء من الشافعية على جواز وصول ثواب القرآن فنقرأ له الفاتحة ونعمل له ختمة والسلف قاله كده والإمام الشافعي في رياض الصالحين قال يستحب طبعا ده كتاب الإمام النووي بس ناقل قبل الإمام الشافعي يستحب أن يختم ختمة عند القبر في يوم الدفن فالموضوع ده جميل جدا ونختم ونعمل وزي ما السلف كانوا بيقولوا لنا الصيام بيوصل ثواب الصيام اللي يعمل له عمرة اللي حج حجة الإسلام وعايز يبعث الحجة للحبيق حبيب واللي مات اللي العلماء قالوا في الكتب ما بيوصلش الصلاة وإحنا لو عندنا دليل نقول الصلاة توصل بس ما عندناش دليل بيقول كده فيما أعلم عشان كده أو في أقوال العلماء يعني عشان كده اللي نفسه يعني يطيب بخاطر حد ميت يعمل له صدقة جارية ويصرف الفلوس حتى من فلوسي أنا ممكن أعمل صدقة جارية لحد حبيبي مش لازم من فلوسه كما قال العلماء في فتواهم في دور الإفتاء وراجعوا دور الإفتاء المصرية في المسألة دي فالصلاة لم تنقطع والطم من خالص وهي حياة بتجري بسرعة وهنتقابل كلنا بعد كده عند حوض النبي عليه السلام نعض نحضن في بعض ونبوز في بعض وإحنا وحشين بعض قوي الأخلاء يومائذ بعضهم لبعضنا عدو إلا المتقين هنتقابل مسكين إيدنا في إيد بعض ونشرب من إيد النبي عليه السلام وهيكون وحشنا هو كمان صلى الله عليه وسلم فيارب أكون قدمت النهاردة خلاصة تسكن القلب كده وتشيل القبضة الزائدة الزائدة اللي بتطفي قسوة على الموت والقبر نعم فيه رهبة طبعا ما حدش بيحب الموت لكن في الآخر ربنا رحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ترجمة نانسي قنقر